أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهذه وصار على سنته إلى يوم الدين أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى خالق الكون ومرسل الرسل ومنزل الكتب مدبر شؤون الحياة الدنيا والآخرة قال في كتابه الكريم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق سنريهم من هم هؤلاء الذين يريهم هم المخالفون لنا في المعتقد هم الكفار هم المشركون يأتي اليوم الذي يثيقنون فيه أن هذا الدين هو دين الله الحق ومن ثم أردنا أن نتكلم في موضوع الإعجاز العلمي في القرآن والسنة هذا الإعجاز أنواعه كثير منه الإعجاز البياني قلنا إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير بل تحدهم على أن يأتوا بعشر صور ثم بصورة لا يستطيعون الإتيان بصورة من القرآن بل بآية من القرآن وهناك إعجاز تشريعي الموارث سبحان الله في آيات معدودة ضبط الله سبحانه وتعالى كل الموارث وبشهادة الخصوم قبل الأصدقاء أن أعظم تشريع وأدق تشريع هو التشريع الإسلامي في هذا المضمار وهناك إعجاز مادي أمور مادية ملموسة رأيناها وراءها المتخصصون كيف كان للإسلام صولته وجولته وكذلك هناك إعجاز هداي مقاصد هذا الإعجاز لماذا نشتغل على مادة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة أول حاجة هو معرفة الله والتعريف به معنى إعجاز أن الإنسان تقدم له معجزة وجاء الأنبياء والمرسلون بالمعجزات سيدنا موسى عليه السلام أربي جمع أعطاه معجزة العصى واليد سيدنا عيسى عليه السلام معجزة الطب وإحياء الموتى وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أعطاه الله معجزة يعني تسع الزمانة كله والمكانة كله ليس معجزة مؤقتة ليس غير في الطب ولا في الإعجاز البياني القرآن ذاته معجزة أعجز البلغاء والشعراء والأداباء لم يستطيع أن يجد فيه الثغرة من الثغرات كذلك من مقاصد الإعجاز العلمي هو الوصول إلى خشية الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء من الذي يخشى الله هو الذي يعرفه فاعلم أنه لا إله إلا الله ومن ثم تأتي خشية الله بعد العلم به وكذلك الإعجاز هو وسيلة إلى دعوة عموم المسلمين وطمأنتهم على دينهم حينما يشوف الدلائل والضراهين على أن هذا الدين هو دين الحق تزيد طمأنة المسلمين على دينهم وهو كذلك وسيلة إلى إقامة الحجة على الخصوم ما يبقى لهم ش حجة لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكذلك التعريف بنعم الله سبحانه وتعالى الله تعالى يتكلم كثيرا في كتابه الكريم عن النعم وقال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغافور الرحيم والمقصود أن ننتقل من النعمة إلى المنعم وأن تكون نعمة دنيا موصولة بنعم الآخرة ولذلك الحقيقة كيفاش نبسط المفاهيم لابد ننتقل إلى ضرب الأمثلة من الواقع في صورة الواقع بعض الناس يقولون أنها صورة الرزق من دوم عليها ربما يأتوا ببعض الآثار وبعض الأحاديث اللي ربما لا تصح أو ضعيفة ولكن حينما تأملت السورة أنا أقول السورة لا تحتاج إلى حديث سواء كان صحيح أو ضعيف إنما في طياتها تحمل مظاهر نعم الله سبحانه وتعالى ورزقه الواسع تكلمت السورة على أربعة موابع موضوع خلق الإنسان وطعام الإنسان والماء الذي يشربه والنار التي يستعملها أو الطاقة بالأحرى يقول المولى تبارك وتعالى في صورة الواقعة نحن خلقناكم فلولا تصدقون هذا الإنسان من أين جاء؟ هل خلق نفسه؟ أم أن هناك خالق حكيم مدبر رحيم متصف بصفات الجلال والكمال والجمال أتقن صنع كل شيء أفرأيتم ما تمنون؟ أأنتم تخلقونه؟ أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلم أعظم نعمة هي نعمة الإيجاد خلق الإنسان والإنسان مر بمراحل سبعة المرحلة الأولى مرحلة الطين ثم اللطفة ثم العلق ثم المضغة ثم العظام ثم كسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالق هذه المراحل مختلفة للجنين لم تكن في وقت النبي صلى الله عليه وسلم أجهزة تصوير مكاشريكوغرافي اليوم بعد تطور وسائل التصوير ومتابعة الجنين انبهر الجميع بالدقة الآيات القرآنية التي جاءت في سورة المؤمنون وغيرها من الأماكن في القرآن الكريم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام نحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين كان هناك طالب مسلم يدرس في بريطانيا بعلم الطب وكان هناك طبيب مختص في علم الأجنة وصل إلى حقيقة وهي أن العظام تكون قبل اللحب وقال لهم قرون ونحن نظن أن اللحب قبل العظام وإذا به الآن الحقيقة العلمية وجاء يزهو أمام طلابه بهذا المخترع العلمي الجديد فوقف له طالب مسلم من باكستان وقال له إن هذا العمر مذكور في كتابنا في ديننا الإسلامي منذ أربعة عشر قرنا وجاءه بنسخة إنجليزية للقرآن الكريم مترجمة للقرآن الكريم فلما قرأ الآية وتدبر فيها أسلم هذا الدكتور المتخصص لأن وجد فيها دقة متناهية وقال مستحيل أن يكون هذا قول بشر أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشأكم فيما لا تعلمون ذليل آخر على أن البعث حق بللي يوم القيامة لا ريب فيها في كذلك صورة الحج يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث إذا رأيكم شكين بللي ما كاش يوم القيامة وما كاش الجنة وما كاش النار وما كاش الساعة وما كاش الحساب يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجر مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذر العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا هذا دليل أول دليل ثاني وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج النتيجة ذلك بأن الله هو الحق هذه الحقيقة الأولى وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور هذا الإعجاز العلمي في خلق الإنسان ومصيري طعاب الإنسان أفرعيتم ما تحرفون في صورة الواقعة؟ أأنتم تزرعونه؟ أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه خطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون النبات كيف ينبت؟ الفلاح يأتي بالبذرة ويضعها في الأرض تنزل الأمطار تسقيها أو يسقيها بطريقة ما لكن من الذي أنبتها؟ من الذي أخرجها؟ من الذي أوحى لها بأن تخرج الجذور ثم السقان ثم الأوراق ثم تزهر ثم تثمر؟ أفرعيتم ما تحرفون؟ أأنتم تزرعونه؟ أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه خطاما فظلتم تفكهون ويقول تعالى في صورة الرعد وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل الماء واحد يسقيها ولكن تختلف أذواقها هذا تمر حلو هذه برتقال يعني طعمها حامض وهذه لونها كذا مختلف ألوانه ولكن تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون يجب أن يفكر الإنسان فلينظر الإنسان إلى طعامه يعني حينما نجلس إلى مائدة الطعام ونحن الآن في شهر رمضان بعد مدة نجلس إلى مائدة الإفطار هل فكرنا يوما بهذا الطعام الذي نتناوله أم شغلتنا بطننا عن التفكر في نوع الطعام الذي نأكله الله تعالى ينفت أنظرنا في القرآن الكريم في سورة عبس وتولى قال فلينظر الإنسان إلى طعامه من أين جاء هذا الطعام؟ فلينظر الإنسان يتأمل هذا الخبس؟ هذه الفاكهة؟ هذه الخضر؟ هذه اللحوم؟ هذه الأطباق المتنوعة؟ كيف جاءت؟ وكيف يجد فيها الإنسان لذة؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبع ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم كل هذا من أجلك أيها الإنسان من أجل أن تعيش في هذه الدنيا من أجل أن تنمو من أجل أن تؤدي رسالتك في هذا الوجود فأنت هنا لم تخلق لكي تأكل وتشرب فقط إنما خلقت لغرض عظيم لعبادة الله وما خلقت الجن والإنسان إلا ليعبدون لتحقيق العبودية لله تعالى الله سخر لك كل شيء وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ننتقل إلى المصدر الآخر للحياة بل أهم مصدر وهو الماء أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزني أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون هذا الماء الزلال الذي نشربه كيف جاءنا؟ هناك دورة لتبخر الماء الله تعالى سخر لنا الشمس بأشعتها الساطعة وحرارتها الدافئة حينما تسلط على أسطح البحار والمحيطات تتبخر هذه المساحات الشاسعة يصعد البخار إلى السماء إلى الفضاء فيتجمع على شكل غيوم ثم بعد ذلك تتكون قطرات المياه وتنزل علينا الله سبحانه وتعالى يعني من معجزاته ومن آياته في الأنفس والآفاق أن الملح يبقى في البحر وجزيئات الماء تصعد عن طريق البخار إلى السماء فتتجمع ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه يزجي سحاب السحاب في السماء ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله الماء يخرج من خلاله وننزل من السماء من جبال فيها من برد يعني ما كنا نظن أن في السماء جبال هناك جبال من الغيوم هناما نركب في الطائرة والطائرة يكون مستوها أعلى من الغيوم نرى جبال فعلا جبال رواسي من السحاب وينشئ السحاب الثقال وهي ثقيلة ولكنها محمولة بالريح وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ينزل هنا ولا ينزل هناك ونحن الآن في أشد الحاجة إلى نزول الغيث والمطر من الذي ينزل هذا الماء؟ الله تعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ هذا الماء الذي لا غنى لنا عنه وجعلنا من الماء كل شيء حي أأنتم أنزلتموه من المزني أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجة مالح لا نستطيع شرابه كم من أناس متوا فوق البحر؟ عطشاً لأنهم لا يستطيعون شرب مياه البحر لأنها مالحة الله سبحانه وتعالى ينحلها الملح ويخليها مياه عذلة وما تبقاش مياه مقطرة لأن المياه المقطرة لا تصرح للشرب إنما يزودها بالمعادن كيف تزود بالمعادن؟ حينما تسقط على الأرض وتتخلل في طربة الأرض وفي سخورها تأخذ المعادن من الأرض الكالسيوم والماغنيسيوم والحديد وكل ما يحتاجه الإنسان ولذلك تسمى بياه معدنية يخزن في الأرض بعد ذلك يستعملها الإنسان حينما يستخرجها من الأرض عن طريق عناصر وعيون الله سبحانه وتعالى قال ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب إذن هذا الماء اللي هو عنصر الحياة واللي قيمته لا تخفى على أحد لا يستطيع أحد أن ينزل قطرة منه الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل هذا الماء وهو الذي ينبت النبات حبة قمح لو اجتمع أهل الأرض كلهم على أن يصنعوا حبة قمح أو حبة تمر أو حبة تفاح أو حبة فاكهة لا يستطيعون الله سبحانه وتعالى إنما جاء الإنسان لكي يستهلكها لكي ربما يصنعها لكي يطورها فحبة القمح تتحول إلى خبز وربما تحولت حبة التفاح إلى عصير والبرتقال والفرولة وغيرها يعني ويخلق ما لا تعلمون الله سبحانه وتعالى إذن هذا من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ونأتي إلى العنصر الرابع لعنصر الحياة وهو الطاقة والاسم ماها ربي عبر عليها بالنار قال أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم النار الطاقة هل نستغلع عن الطاقة لابد نحتاج إلى الطاقة لطهي الطعام للتدفئات نحتاجها في كل لتشغيل المركبات السيارات الشاحنات الطائرات الحياة كلها مبنية على الطاقة والآن الصراع الصراع العالمي يدور حول مصادر المياه ومصادر الطاقة الطاقة ربما ظن الناس أنها كانت محصورة في الغاز والبترول والفهم الهجري والوسائل المعروفة التقليدية الآن الطاقة أصبح نطاقها أوسع هناك مفهوم الطاقات المتجددة لزينيرجي رونوفلاب هذا الطاقة لا تنفذ مصدرها الأساسي الشمس والإنسان بدلا ما يعخذ الطاقة من الأرض من الغاز ومن البترول ومن الخشب ومن الفحم الحجري الآن انتبه الإنسان إلى أنه يأخذ الطاقة مباشرة من مصدرها الأصلي وهو الشمس فجاءت الآن الطاقة الشمسية اللي راهي الآن سوف تكون طاقة المستقبل ولي أمر ما سبحان الله يعني أربية كرم بلادنا العربية والإسلامية بمصادر الطاقة المتنوعة كما نعم علينا بالبترول والغاز في الجزائر وفي الليبيا وفي دول الخليج وكثير من الدول العربية والإسلامية كذلك بلادنا هي منطقة شاسعة لاستقبال أشعة الشمس صحراءنا تكفي أوروبا وقد تكفي جزء كبير من العالم إن نحن عرفنا كيف نستغل هذه الطاقة الموجودة ونشتغل في الحقيقة سنوات مع طلبتي في هذا الموضوع موضوع الطاقات المتجددة والطاقة الشمسية على الخصوص وهناك عدة مذكرات يعني موجودة في هذا المجال وعدة أبحاث والبحث لا يزال متواصل لكن مشكلتنا كيف نحول هذه البحوث إلى إنتاج طاقوي فعلا يضمن لنا مستقبل الله سبحانه وتعالى يقول ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين ولكن المنافقين لا يعلم الخزائن موجودة عند الله سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم يا إخواني الإعجاز العلمي في القرآن الكريم لا يمكن حصره هناك بصمات الأصابع كذلك من الإعجاز العلمي في القرآن بالإضافة إلى ما ذكرنا حديثا طبعا الإنسان كيف يفرقون بين الناس عن طريق بصمة الأصبع والله تعالى يقول بلى قادرين على أن نسوي بنانه والبنان هو طرف الأصبع واكتشف العلم الحديث أن لكل إنسان بصمته سواء في الأصبع حتى العين عندها بصمة حتى رائحة الجسد عنده بصمة حتى الجلد عنده بصمة ولذلك هذا من الإعجاز العلمي اللي راه يعني اكتشفه العلم الحديث وذكره القرآن الكريم كذلك الرضاعة الله سبحانه وتعالى قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة إذا كان الولد أتم الرضاعة اكتسب المناعة الحديم لا يعتبر فقط طعام وشراب للطفل إنما هو في نفس الوقت يقوي مناعة الطفل لذلك كل من رضع حليب الأم يكون قوي البنية أما من لم يرضع حليب الأم يكون عرضة لمختلف الأمراض الإعجاز العلمي في تحريم لحم الخنزير ربي سبحانه وتعالى حرم لحم الخنزير وحرم أن نستعمل اللحوم والجلد أو كل ما له علاقة بالخنزير لأن الخنزير عايش على النجاسات هو عبارة عن منظف للغابات ولذلك حرم الله لحمه الإعجاز العلمي كذلك في ذبح الشات لماذا نذبح الشات ولا يجوز لنا أن نأكل الميتة لأن الميتة تحتفظ بدمها والدم ثبتت أو أثبتت الدراسات والبحوث الحديثة أن كل الجرافيم وكل الفيروسات تسبح في دم الإنسان وفي دم الحيوان الدليل أن الإنسان إذا أصب بمرض أول حاجة يقول للطبيب يقول روح دير التحاليل الطبية وحينما يدير التحاليل يأخذ عين من الدم ويشوف ما هي الميكروبات الموجودة في الدم الأشيات حينما نذبحها تخرج هذه الدماء اللي فيها البكتيريا والجرافيم والفيروسات وكل الأمراض وهناك إعجاز آخر النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمرنا أن نذبح الشات نهانا أن نقطع الرأس إنما نقطع الودجين والقصبة الهوائية ونخل الاتصال مستمر بين الدماغ والقلب ما السر في ذلك السر في ذلك أن الأوامر تصدر من الدماغ إلى القلب بأن يضاعف النبضات والضربات بدل ما يضرب 80 ضربة في الدقيقة يصبح ربما 150 160 يضاعف هذه الضربات لكي يخرج كل كمية الدم الموجودة في جسم الحيوان سواء كان بقرة أو كان غنما أو كان معيزا وبالتالي تخرج هذه الدماء الدافقة ويتخلص الحيوان من كل هذه النجاسات اللي هو الدم المحرم ومن ثم يجوز أكل لحم هذه الشات وهذه الذبيحة فلا يجوز للمؤمن أن يأكل الشيء الميت الغير مذبوح لأن فيه جراثيم وفيه أذى لجسم الإنسان هذا من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وكذلك حينما نذهب إلى عالم النمل هناك صورة في القرآن الكريم اسمها صورة النمل والنمل عالم قائم بذاته وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم فهم أمم لها نظام حياتها نظمة في حياتها عندها بيوت تسكنها عندها لغة التخاطب عندها أسلوب الحياة كيف تتدخر المواد الغذائية كيف تبني مساكنها الله سبحانه وتعالى في صورة النمل يقول حتى إذا أتوا على واد النمل سيدنا سليمان مع جنوده أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحظمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون الإعجاز الأول أن للنمل لغة التواصل وتفاهم وكان سيدنا سليمان يفهم لغة النمل فسمع قولها قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم يعني حذرت قومها لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبص ما ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالح ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين الإعجاز الثاني لا يحظمنكم سليمان وجنوده ما قالت يقتلكم لا يحظمنكم والتحطيم هو التكسير واكتشفوا حديثا أن النملة عبارة عن جزء صلب كالزجاج تكسر ولذلك قالت لا يحظمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون وادي النمل معنى وادي النمل أن مساكنهم تحت الأرض عبارة عن وادي نفق محفور في الأرض غرف موصولة بنفق طويل توصل للتهوية توصل للمواد الغذائية هناك طريقة لتنظيف هذه البيوت وهذه القناة التي تصل هذه البيوت نظام عجيب اكتشفوا ذلك يعني ضخوا خلال هذا الواد التاع النمل الإسمنت الإسمنت كان سائل وبعدين يتجمد فأعطى الشكل الهندسي لبيوت النمل فأظهر شكل هندسي رائعا دقيقا في بيوت النمل واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحظمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون النمل دقيقة في نظافتها في نظامها في تواصلها كذلك عدم النحل هناك سورة في القرآن اسمها سورة النحل وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبول ربك ذلولا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس النحل الله أوحى إليها أعطها إلهام مش تتصرف من ذاتها بتوجيه من الله أن اتخذي من الجبال بيوتا بيوتها في الجبال وفي الشجر ومما يعرشون هذه الخلايا التي يصنعها الإنسان ومما يعرشون فاسلكي سبول ربك ذلولها أي طرق التي سخرها الله لك يخرج من بطونها شراب اللي هو العسل فيه شفاء للناس تأكل من كل الثمرات ولذلك كان العسل شفاء لكثير من الأمراض لأنه مجموع من سائر النباتات هناك العسل اللي يغلب عليه مثلا عسل البرتقال والليمون والعسل الأسود والعسل التعصنوبر وكل فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون أمر عجيب عالم النحل هذا هناك الملكة هي التي تجمع النحل وهناك العاملات وهناك الذكور وهناك كل صنف من النحل يقوم بالدورتان من أصناف النحل هناك الحراس في أبواب الخلية كل ما تأتي نحلة داخلة للخلية إلا وتتعرض للتفتيش إن كانت نظيفة وجاءت بالرحيق سمح لها بالدخول إن لم تكن كذلك لابد أن تتعرض للتنظيف لا تدخل الخلية وهي متسخة لابد أن تدخل نظيفة لأن العسل نظيف وإذا استحال أن تنظف تقتل ولا تدخل إلى الخلية إذا دخل هناك دخلت هناك حشرة فأر مثلا يقتل داخل الخلية ثم يحاط بالشمع ويدفن هناك حتى لا تخرج تلك الرائحة الكريهة من جثته وكأنه شيء صلب مغلف لا يخرج شيء من رائحته هذا من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم خلية النحل يعني يعني مصمم بشكل دقيق وكأن هناك مهندس عاقل قام بتصميم تلك الأشكال السوداسية التي يتم تخزين العسل فيها كل هذا من أجلك أيها الإنسان أفلا تتفكر أفلا تعقل أفلا تتضبر في خلق الله سبحانه وتعالى كذلك الإعجاز العلمي في الحليب في اللبن الله سبحانه وتعالى قال من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشريبين هذا اللبن يخرج من بين الدم والرفث الرفث هي يعني فضلات الأبقار والأغنام والدم هذا الخلية بينهما خلية لاتكون الحليب واللبن هذا العنصر الأساسي في حياتنا مذكور كذلك بصورة النحل الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين حتى يتبين لهم أنه الحق هناك كذلك معجزة البحار مذكورة في القرآن الكريم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان البرزق هو الفاصل هذا مالح وهذا عذب هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها الحوت الذي يعيش في المياه العذبة لا يستطيع أن يعيش في المياه المالحة والعكس صحيح وبينهما حاجز بينهما برزق لا يبغيان أي لا يطغى هذا على هذا مياه المالح تبقى في المالح ومياه العذب تبقى في العذب وبينهما عاجز عاجز يتحرك بحيث يمنع الحيتان التي تعيش في هذا البحر أن تدخل في هذا البحر والعكس صحيح اكتشف هذه الحقيقة عالم البحار الفرنسي الشهير كوستو في بحر العرب أين يلتقي البحر الأحمر وبحر العرب أي المحيط الهادي اكتشف في هذا المكان أن هناك حاجز وأن المياه هنا تختلف عن هذه المياه وهنا جاءه أحد المسلمين جاءه بنسخة للقرآن الكريم باللغة الفرنسية وقال هذا الموضوع محسوم منذ أربعة عشر قرنا نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء اربكما تكذبان فلما تيقن هذا العالم الكبير أن هذا كلام الله قال مستحيل مستحيل أن يكون هذا الكلام قول البشر هذا كلام فالق الكون وأسلم دخل في دين الله هذا العالم المعروف وكثير من العلماء دخلوا إلى الإسلام والآن نرى تهافت العلماء في الغرب على الدخول في هذا الدين لا لأنهم يعني أحبوه فقط لكنهم اقتنعوا من قرارة أنفسهم أنه الحق من الله سبحانه وتعالى وصدق الله تعالى إذ يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق وأنا أرم المسلمين في تقصيرهم يجب أن يهبوا إلى خدمة دينهم وإلى الدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة وتبيين محاسنه والتفوق في مختلف المجالات وفي مختلف التخصصات حتى يكونوا صورة صادقة لهذا الدين العظيم الله سبحانه وتعالى أقسم وفي سورة الواقعة نعود إليها في آخرها قال فلا أقسم هناك ذلك إعجاز علمي عظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون علماء الفضاء لو علموا معنى هذا الآية لخروا لله سجد الله تعالى لم يقسم بالنجوم إنما أقسم بمواقع النجوم وثرق بين النجم وموقع النجم هناك نجوم اندثرت ولا يزال ضوءها يصل إلى الأرض وهناك نجوم موجودة ولا يزال ضوءها لم يصل إلى الأرض لشساعة هذا الكون يعني بسرعة الضوء اللي هي 300 ألف كيلومتر في الثانية يعني المسافة بين النجوم تقاس بالسنوات الضوئية والسنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء في مدة سنة خيل سنة 365 يوم في يعني 24 ساعة والساعة نضربها في 60 باشي توصل للدقيقة ونضربها في 60 للثانية لا يمكن كتابة هذا الرقم بالكيلومترات ولذلك فالوحدة تقياس المسافات بين النجوم والمجرات هي السنوات الضوئية هناك آلاف السنين الضوئية بيننا وبين النجوم والمجرات الله تعالى قال والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون وهنا يقسم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون القرآن معجز والكون معجز وهناك أربع مصادر أو أربع كتب أختم بها هذا البحر نستمد منها علومنا ونستمد منها معرفتنا ونستمد منها هدايتنا واستقامتنا هناك كتاب منظور وهناك كتاب مصطور وهناك كتاب يمشي بين الناس وهناك كتاب الحوادث وما وقع في هذا الكون من أحداث أما الكتاب المنظور فهو الكون مفتوح أمام أسماعنا وأنظارنا وحواسنا والله تعالى أمرنا أن نتفكر في الكون إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لا آيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذب النار الكون دليل على وجود الله ووحدانيته وحكمته هذا الكتاب الأول الكتاب الثاني هو الكتاب المسطور هذا المصحف الذي بين أيدينا الذي أنزله الله على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم في ليلة مباركة إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لا يستطيع أحد أن يشكك فيه قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ضهير كما ذكرنا فيه إعجاز بياني وتشريعي وصناعي وفي كل المجالات التي ذكرناها وما لم نذكر أكثر وهناك كتاب قرآن يمشي بين الناس وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجم لنا الإسلام ترجمة حقيقية لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا يعني شريعة الإسلام ما جج حاجة نظرية يلم تطبق إنما طبقت بحذافرها على وجه الأرض النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآن يمشي بين الناس سئلت سيدة عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم سألها رجل عن خلق رسول الله فقالت للسائل هل تقرأ القرآن؟ قال نعم قالت كان خلقه القرآن والكتاب الرابع هو كتاب الأحداث الزلازل المصائب التي تقع أحداث العالم الكبرى الناس اللي محبوش يستجبو لا بالتفكر في الكون ولا بالتأمل في القرآن ولا بالاقتداء من نبي العدلان الله تعالى يبعث لهم آيات الإعصار نرى هذه الأعاصر التي تضرب في بلاد الغرب في أمريكا على الخصوص ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم هذه الزلازل التي تأتي في أيام الناس وفي لياليهم وهم نائمون وإذا العمارات تنهار وإذا بالأرض تنشق الله سبحانه وتعالى أقسم قال والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا عجبا لربنا إذا لم يستجب العباد بالتي هي أحسن بعث عليهم العذاب وبعث عليهم التخويف لكي يعودوا إليه ولكي يؤمنوا به سنريهم آياتنا بالآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اشتنابه هذا غيظ من فيف ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله كل الناس يمكن أن يتكلموا في هذا المولوع كل في مجاله ولا نستطيع أن نصل إلى نهاية هذا العلم قال الإمام الشافعي رحمه الله كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي كلما تعلمنا ازددنا علما بجهلنا اللهم علمنا ما ينفعنا منفعنا بما علمتنا وزدنا علما فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر